سيد محمد معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه فجوة القطيعة بين بغداد وأربيل ولكن يبدو أن زيارة رئيس الحزب الديمقراطية الكردستانية سيد مسعود البرزاني إلى بغداد أنهت هذه التكهنات والتوقعات نتحدث عن أهميات هذه الزيارة على صعيد لربما حل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد ومن جانب آخر أهميات هذه الزيارة على صعيد تقريب وجهة النظر في العديد من القضايا بين الجانبين طبعا فعلا كانت هناك الكثير من التوقعات التي تشير من الممكن أن تكون هناك مقاطعة سياسية وانسحاب من العملية السياسية وهذا الخيار كان واردا لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن هناك العديد من المعطيات إن كانت داخلية أو خارجية تحكمت بهذا الموضوع وخصوصا بعد الزيارة الناجحة لدولة الرئيس مسرور بارزاني للولايات المتحدة الأمريكية والتي من خلالها تغيرت الكثير من الأشياء وكانت هناك ضغوطات أمريكية كثيرة وكبيرة على الحكومة الاتحادية لكي تتصالح بين قوسين مع الحكومة في أقليم كردستان وتحل المشاكل مع أن المشاكل ما زالت كثيرة اليوم تأتي هذه الزيارة في إطار وضع النقاط على الحروف من قبل الرئيس مسعود بارزاني السنوات الستة الماضية والتي لم يزر من خلالها بغداد الرئيس مسعود بارزاني لا نستطيع أن نبين بأنها كانت قطيعة حقيقية القطيعة الحقيقية كانت في عام 1960 بعد أن ترك البارزاني القالد مقره في بغداد وعاد إلى كردستان وبدأت شرارات ثورة أيلول واستمرت حتى عام 1975 إذن بكل صراحة لم تكن هناك قطيعة ولكن كانت هناك فجوة وفجوة كبيرة بسبب العديد من التصرفات الغير إيجابية تجاه أقليم كردستان والفتح الأبواب على مصارعها أمام التدخلات الخارجية للعلاقة بين الأقليم وبغداد هنا اليوم الرئيس مسعود بارزاني يريد أن يبين هذا ما يريده الأقليم من العملية السياسية العراقية وهذا ما يمكن أو ما يجب أن تتصرف من خلاله حكومة بغداد تجاه أقليم كردستان أنا أعتقد بأن هناك مؤشرات إيجابية سوف نحصل عليها من خلال هذه الزيارة ولكن العقلية هي التي تتحكم بالنتيجة والأيام القليلة القادمة سوف بالتأكيد تكون حبلة بالكثير من المساء التي من الممكن أن تكون إيجابية أو سلبية نعم